يوم محاضرة مايكرو بروسيسور مرحلة ثانية لطلبة كلية علوم الحاصة في واتفالراج المعلومات باسم البرامجيات ان شاء الله المحاضرة على وشك تبدي انتظار انضمونا الطلبة اعزائي الطلبة طبعا انا انتظرت طلبة يحضرون الظاهر يعني صراحة ما حضره اوكي اليوم ان شاء الله احنا موضوعنا بالميموري اريد نتكلم عن الميموري اليوم ان شاء الله بهذا الموضوع راح نتطرق الى امور مهمة جدا هذه الامور تتعلق بالميموري ديزاين الميموري انترفيسينج ويا الـ 8086 او ويا اي مايكرو بروسيسور اوكي لكن بما انه احنا يعني برمجيات احنا مختصين بالـ 8086 والـ 8085 طبعا واكيد ذلك كمايكرو بروسيسور وبالنسبة للـ microcontrollers احنا اكيد بدورنا مهتمين بالـ 8080 والـ 8088 اوكي اليوم احنا راح نشوف يعني نتطرق مبدئيا على السماء الـ semiconductor industry يعني التركيب مال الميموري وراح نتكلم على شنور الميموري الموجودة انواحها ونتكلم ايضا عن الـ addressing شنور راح يصير عدنا اه مادئيا احنا اعزاء الطلاب احنا الميموري عدنا تبوي بين اساسيا رام و روم اوكي الرام هي الراندم اكسس ميموري و الرام ريد ريد اللي ميموري اوكي الرام اسموها volatile الرام يعني شنو طلاب يعني الرام لازم دائما يكون اكو power supply مصدر قوة يمدها بالقوة حتى اه تعمل اذا انفقدنا مصدر القوة اش راح يصير بيها راح تفقد البيانات اللي عليها واضح وهالشي يعني مثال هالشي موجود بهواي امور يعني بهواي تطبيقات يعني احيانا تشوف مثلا مثلا عندك احيانا مثلا بعض التليفونات القديمة اذا شايفين مثلا الالف ومية وغيرها ما تحفظ التاريخ اذا ترست الجهاز او اذا تطلع الباتري من عنده ما تحفظ الجهاز وهذا طبعا انه السبب ما عنده روم لل للتاريخ التاريخ ما يحفظه بالروم السوفتور فقط الفيرموير محفوظ فقط على الروم اوكي اذا شنو مشكلته من شلعنا الباور من عنده يعني خلعنا مثل الباتري من الجهاز فقد المعلومات مارتا الروم من جانب اخر تتميز بانها اذا مشتغلين بعض الامور مثلا كلها محفظة ليش محفوظة بتواريخها محفوظة على اخر تغيير اجراته ليش لان الامور يحفظها بعض الامور الثواب تحافظها على الروم يعني مثل التاريخ محفوظة على الروم مثلا نظام التجغيل يحفظ اولياتها على الروم اوكي البايوز احنا نسميه بايسيك اوتو سيستم اوكي فاذا الروم تكون هي معلوماتها ثابتة ما تتغير ولا تتعرض للتغيير اذا فقدت الباور الروم عكسها تكون متغيرة كذلك الروم الروم تستخدم use for reading اولي اوكي يعني الروم فقط اقرأ من عندها الروم لا اقدر استخدمها للريد واقدر استخدمها للريد اوكي بعد شنو هذا المفهوم مفهوم انه الروم ما تفقد القوة ما تفقد المعلومات بها دفاعها خلاها تكون خلاها تكون مرشح جيد لان تحفظ عليها الانظمة اللي مريدها نتغير يعني مثلا قلت لكم البايوز نظام الادخال والاخراج basic input output system ينحفظ على الروم لكن الروم ما نستخدمها نستخدمها للapplication العادية يعني هسا انتم مثلان شغلت الحاسبة مالتك تريد تشتغل مثلان خلي نقول على برنامج 3D Max AutoCode من تبدي تنفذ البرنامج تحتاج الى memory حتى حتى تعمل لك المعالجة الخاصة بالبرنامج مالتك فبهاي الحالة تحتاج اكيد راح تحتاج احسنتهم تحتاج الرام والرام طبعا عندنا ممكن تكون الرام S رام static رام او ممكن تكون عندنا D رام اوكي dynamic رام وهسا راح نشوف هم شون الفرق بين static رام وشون الفرق بين dynamic رام ونحكي على هالتفصيل بالنسبة للرام الرام عندنا عائلة اجت يعني صارت بعد التحديث e-ROM اوكي e-ROM اضافت لنا خاصية جديدة اوكي e-ROM خلت لنا امكانية انه اقدر اكتب على الرام اعيد كتابة الرام بالإيران اوكي فضهر عندنا اوكي it's my pleasure miss barbara to have you in my conversation in my lecture the only issue my lecture will be in arabic I don't know if it will be Useful for you or not Okay So I need to Resume My lecture In Arabic So I hope You enjoy this company Okay طلاب فالإيروم راح تكون عدنا عدنا خيارين يكون E E رام وراح يكون عدنا ال E ال E رام طبعا ال E هذا معنى Erasable أول E معنى electrically Erasable Erasable النوع الثاني Erasable programmable wrong شنو الفرق بين دولة و دولة هذا النوع هذا النوع يستخدم النوع الأول عملية الكتابة تصير عن طريق Ultra Violate أوكي أما النوع الثاني فطريقة الكتابة تكون الكترق يعني بواسطة الكهرباء أوكي طيب حسنا سأشرح لكم التركيب الداخلي للميموري الرام شلون يكون التركيب الداخلي نحن اللي همنا طبعا نشرح على الرام لأن الرام تقريبا هي يعني الرام ما عدنا مشكلة بيها الرام راح تكون هي ستندر الرام هي الستندر الرام الرام حالة خاصة من الرام فش راح أنا أشرح لكم راح نشرح عدنا بالرام عدنا جزئين مهميا ال 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 دايناميك رام وال اس رام أوكي بالدايناميك رام طلاب عدي الدايناميك رام تتكون بالشكل التالي أوكي هذا عندي كافاستر هذه كافاستر وهذا طبعا قراون أوكي هذا عندي ترانزيستر وهذا عندي البت اللي أنا أختار أوكي هنا العفو هنا هذا البت اللي أنا أفعل من عند الترانزيستر وهنا قد يكون هنا عندي بما أنه عندي رام راح يكون أما أو أو يعني أقرأ بيانات أو أكتب بيانات لرام مبدأ عمل هذا شون طلاب هذا الترانزيستر يشتغل بمبدأ عمل أوكي هذا الترانزيستر يشتغل بمبدأ عمل التالي الترانزيستر هو عبارة هذا عبارة بالحقيقة عن switch أوكي switch يعني من أغذي بإشارة البت من تجي إشارة واحد أوكي من يجي logic one راح يصير عندي راح يصير direct connection بين هذا اللاين وبين المتسعة فتش حال المتسعة يعني متسعة شي يصير للمتسعة الcapacitor charging يصير charging up to v max يعني راح تشحن الحاد تشارج لل v max أوكي هذه في حالة أنه أنا عندي on put هاي الحالة شنو on put أوكي طيب لو ردت ال d-ram تشتغل كout output نفس الحالة عندي هذه capacitor هذه ground وهذا عندي bit أوكي وهذا عندي line أوكي شراح يصير عندي آني بها الحالة أريد output أريد أقرأ عندي بيانات وأريد أقراها من أنطي البت logic وان شراح يصير عندي راح يصير عندي العملية المعاكسة okay in this case the capacitor will discharge okay in the previous case the capacitor was charging okay but in this case the situation is opposite العملية هنا معاكسة عندي capacitor فيحدث عدنا هنا تحدث عدنا read operation okay بالعملية السابقة كانت عدنا write operation okay طيب طلاب ال pitfalls on this technique يعني السلبيات على هاي الطريقة انو الكاباسيتر the transistor is not a perfect switch okay هذا الترانزيستر شوفوا طلاب هذا هو مو perfect switch مو يعني مو مية بالمية switch يعني ما راح يعزلي الكهرباء ما راح يعزلي هذا الطرف يعني هذا الطرف شوفوا طلاب هذا الطرف عن هاي الطرف ما راح يعزلي فاش راح يصير عندي راح يصير عندي leakage okay the capacitor leaks some of its charge okay with respect to time so it needs to be refreshing by another logic circuit okay فبهاي الحال اش راح يصير عندي اني احتاج اسوي refreshing للدائرة okay ف ما يوخذ على هذي الطريقة كputfall كمؤاخذات انه هذي الطريقة needs refreshing okay from time to time احتاج اني اسوي لها اعيد لها الكهرباء احتاج اغذيها اسوي لها refreshing okay بعد شنو يوخذ على هذي الطريقة يوخذ على هذي الطريقة انه charge انه charging its flow due to charging and this charging operations احتاج احتاج اشحنها من احتاج من تريد تخرج output اسوي discharge من اريد ادخلها input اسوي انشارج فتأخذ وقت هذا فيما يخص d-ram هذا وين خلى العلماء يتغيرون يتغيرون another trend اللي هو الاسرام static static ram شنو فرق الstatic ram الstatic ram ببساطة عدن هذه الطريقة هذا يسمون الbit وهذا يسمون ال mbit اوكي بش عندي هنا هذا عندي transistor وهذا عندي transistor وهن عندي يسمو inverter two inverters اوكي ذول الconnection ما لهم صغير يسمو back to back connection اوكي هذا back to back connection هذا الان inverter وهذا الان inverter شنو اللي راح يصير عندي من اريد اختار طبعا الselect الselect line هو هذا الword تشوفو هذا الword line اوكي هذه الطريقة الstatic ram sram شنو اللي بيها طلاب هذي هنان احنا شنو عدنا العواقب المخاوف انو الترانزيسر هو مو perfect switch transistor is not a perfect switch اوكي فش سوينا حتى نحل هذي المشكلة خلينا اذا تشوفون دول ال inverters دول ال back to back inverters دول اشي راح يسوون راح يخلو اللي دائما اما هنا logic one strong logic one وهنا strong logic zero اوكي هذا strong logic اوكي وهنا نفس الحالة strong logic zero بهالطريقة طلاب اش راح يصير عندي بهالطريقة راح always will always have logic one for example here and logic zero here and vice versa if the bit and m bit are flipped اوكي فاني بهالطريقة راح مثلا اذا كنت احفظ واحد راح هنا واحد يكون عندي وهنا zero اوكي واذا قلبة العملية فدائما يعني شنو قصدي دائما راح يكون هنا عندي قيمة وهنا القيمة versus المعاكسة لها واضح طلاب هاي الطريقة شبيه ال 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 خلي نسميها اه يعني ال properties اللي هنا شنو properties شنو عندي features هنا شنو اللي عندي خلي نسميها اه ال ايجابيات عندي اول شي faster اوكي اهنا هذي سريعة ليش طلاب سريعة لان ما حتاج ما عندي capacitor اهنا transistor ال response time ما لا عالي فما احتاج انه اسوي charge و discharge اوكي بعد طلاب شنو الميزة الاضافية اللي بي الميزة الاضافية اذن faster doesn't require refreshing ما يحتاج اشحن كل شوية سوي لشحن اوكي لكن شنو الدس ادفانتج الدس ادفانتج طلاب انو المساوة عالية انو هذا شبي هذا النموذج هذا النموذج راح يكون ب راح يكون عندي number of trans sisters is about six times than the طلاب بعولي بال د راح هنا عندي transistor واحد لكن هنا عندي واحد وهذا عندي اثنية وذول هذا الجزء الحال باربعة يعني هذا المكون 60 اوكي في حين هنا عندي 1 ت اوكي فهذا فهذا شنو معناها area هذا يترجم الى more area less area يعني الarea اللي ياخذها هذا اكثر وهذا اقل من هذا اوكي طيب طلاب هذا فيما يخص الاسرام والديران طبعا بالمناسبة انا عندي ضيف استاذة من جامعة من الولايات المتحدة الامريكية لذلك يعني رحبت بها اذا تشوفون قبل شوية لان انا دائما يعني صراحة استعين باساتذة من برا طبعا حتى لو كانت احيانا صراحة انا محاضرتي مثل اليوم بالعربي لكن استعين بهم يعني يطني دائما الفيدباك منهم بخصوص المحاضرة اوكي فطبعا هما وياي موضوعين اوكي يعني دائما يعني اعتبر ضروري كل انسان يحتاج انه يكون ياخذ فيدباك من الناس هو يثب بهم اوكي اوكي حسا شلو اللي ادنا اللي اريد اشرح الكم اوكي اللي اريد اشرح الكم يا طلاب كيف نصمم الماموري اوكي طلاب احنا راح نشوف هنا شلون راح نسوي implementation للروم اوكي هذا الروم شلون نشتغل عدنا احنا طبعا تلاف طرق عدنا اما عن طريق دكودر وروم او or gate عفو او دكودر و دايوت او دكودر و ثيوز لينكس اوكي ثيوز لينكس خلي نشوف كل واحدة من دولة شون راح يشتغلون لو فرضنا مثلا عني الان اذا لو فرضنا احنا نرجعنا للطريقة معلتنا انا احتاج مثلا design a memory system of 8 by 8 ok this rom should have the following data طبعا طبعا بالسؤال راح يجيكم بهالصيغة اوكي اطيكم اقول لك تصمم لي ذاكرة هذه الذاكرة هي 8 by 8 اللي هي مثال rom هاي الذاكرة مثلا راح يكون عندي اطيك عن table معين بهذا table راح اقول لك انا مثلا اريدك طبعا هاي الذاكرة مثلا شكم موقع تحتوي تحتوي على مواقع كل موقع بيها راح يكون يحتوي لي على ادرس معين فأني مثلا اش راح يكون عندي مبدئيا راح يكون عندي هذا لل ادرس اوكي وهذا لل data احنا الرام مثل ما قلت لكم قبل شوية ذا تذكرون دائما الرام تجي رام already cams with data already burned on it اوكي يعني ال data already available on رام اوكي يعني البيانات مسبقا موجودة عندي البيانات على الرام اوكي حسن شون هاي راح ان الرام انشئها اول شي هي عندي 8 locations اوكي كل واحدة من ذول 8 locations اوكي لولش اذا احسبهم واحد 1 2 3 4 5 6 7 8 locations 8 مواقع اوكي بداخل هذا 2 هذا 3 هذا 4 هذا 5 هذا 6 وهذا 7 لان احنا من البيانات اللي نفدي من 000 الى 111 اوكي هاكي addresses بالنسبة للdata اللي عندنا مثلا انا اريد الدي الدي تكون عندي طبعا اش كم اش قد راح يكون الويت في مال ال data احسنتم هذا يمثل ويت وهذا شي يمثل هذا يمثل locations اش كم موقع عندنا اوكي وهذا كل location اش قد يتسع اش كم كل خانة طلاب من ذول الخانات لنفرض انا هس انا عندي هن انا مثلا اه بيانات مثلا هاي البيانات شكلها مثلا كلها واحدات اوكي اهنان كلها صفارة طبعا كل ثمان يبد اهنان مثلا كل واحدات اهنان كل صفارة مثلا اوكي اهنان مثلا نص نص واحدات ونص صفارة اهنان بالعكس نص صفارة ونص واحدات اهنان كلهم واحدات مانية وهنا كلهم ايضا واحدات اللي هما مانية طلاب دولة كل واحد اشقد الواتف مالي ايت بيتس اوكي طيب انا شعندي هسه شنو اللي اريد اسوي اريد اول شي تصميم design اول تصميم عندي using decoder and or gate اوكي طلاب هذا التصميم شا شوي اول شي احتاج decoder حجم decoder شمن راح يحدده حجم decoder يحدد عدد البيانات يعني حجم decoder حجم decoder يساوي نتو to power احنا يساوي نتو حجم decoder هو يساوي نتو يعني اشقد انا عدي data اشقد عدي data عدي data locations يساوي نتو number عدد عدد المواقع المطلوبة من عندي يعني اشقد يعني اشقد عندي احتاج مثلا يعني احتاج احتاج مثلا ياسمين 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 منو ياسر ياسر انت برامجيات لو مايكرو بروسيسر لو كومبيوتر اركيتكتشا ياسر تسمعني اوكي 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 ف شنو اللي عندنا بال or get اوكي شراح يكون عندنا الدكودر الدكودر ياخذ هذا الشكل اوكي 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 عندي مشكلة بال ياسر تسمعني عندي مشكلة بال بالصوت يبدو بال بال الشاشة اقتضرني اوكي 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 أوكي ياسر ياسر إذا هاي ديزلي عد تريقرام رسالة لأن إذا عندك سؤال مواضح لأنني بدأت المحاضرة والحاسبة من دخلك بالمواض هذا بصراحة ماذا تشتغل على ماذا تحول فإذا عندك شي على قناة التليقرام أنا دزلي على الخاص على التليقرام إذا عندك سؤال أوكي طلاب الدكودر شنو السيقنال اللي بيه؟ أول شي هذا الدكودر إشقد الحجم ماله 2-2-3 أوكي معناها إش قد هذا شراح يسوي؟ هذا يصير ثلاثة باي ثمانية ثري باي ايت أوكي هذا حجم الدكودر الدكودر شعدنا من السيقنال شنو السيقنال اللي أحتاجها؟ أحتاج بما أنه ثري أمبوتس أوكي هذا أمبوتس أوكي هذا أوكي أمبوتس أمبوتس عمار ياسر تسمعني عمار مو محاضرة معمارية هذي هذي محاضرة مايكرو بروسيسر إذا حاب تستمع لها ما عندي مشكلة أنا إذا أشرح على الميموري شلو نسوي Addressing شلو نسوي Memory Interfacing ويال Micro Processor أوكي فإذا حاب تبقى ما عندي مشكلة أوكي هذا اللي إيش راح نسوي راح يكون عندي Location 0 في من مواقع راح يكون عندي Location 1 Location 2 أوكي طلاب Location الرابع اللوكيشن الخامس واللوكيشن السادس واللوكيشن السابع ذول إذا تحسبهم هس إذا نحسبهم ذولة أوكي هذا 1 2 3 4 5 6 7 أوكي أوكي هنا أنا هذا أربعة أربعة هذا خمسة هذا سبعة وهذا سبعة أوكي هذا Location 8 أوكي طلاب هذا شي مثلي هذني هذني هذولة يمثلون Location Location أوكي زي بعد إيش عندي Signals هذولة شي مثلون هذا آيوان هذا الأنبوت الأول الثاني الثالث أوكي كأن يكون هنا Signals آني أخليها أوكي زي بعد إيش عندي ش أحتاج شنو اللي أحتاجه هسه صار عندي ثمان Locations أحتاج آني هسه شوفرت وفرت ثمان Locations أحتاج بعد طبعا عندي Signal Chip Select هنا أكو Signal اسمها Chip Select أوكي هسه راح نشوف هاي Chip Select شلون نفعلها أوكي ش أحتاج بعض طلاب بتصميم الأور أحسنتم أحتاج بالأور لولا كول هم يمرون وين يدخلون يدخلون على Or Get من نانا يدخلون Or Get هذي Or Get أو Get أو كي هاذا كم أحتاج طلاب كم أحتاج من دولة أحتاج ثمانية أحتاج كم واحدة I need 8 Or Gates okay because the number of bits per this memory is 8 bits okay so I need 8 Or Gates so far I have 6 okay ف أحتاج طبعا أحتاج ثمانية okay هاي وحدة الأخ ما عندي مشكلة وأحتاج هنا وحدة okay هس إذا أحسب هذي واحد 2 3 4 5 6 7 8 okay عندي كم وحدة كم Or Get ثمانية بعد شا أحتاج طلاب أحتاج ذول Or Gates okay أدخلهم على شي اسمة Tri-state buffer Tri-state buffer ببساطة هي تشكل يكون Tri-state buffer أوكي هذا هنان G إذا G هذا G هذا input هذا output أوكي G يساوي واحد input يساوي output أوكي G G يساوي 0 يسموها Z أو high impedance high impedance معناها لا هو 0 ولا 0 فهو high impedance أوكي دولة وراح أربطهم كلهم كلهم راح يدخلون علي ما أحسنتم على Tri-state buffer وهذا عندي شنو Tri-state buffer وهذا Tri-state buffer Tri-state buffer كلهم عندي Tri-state buffer كلهم Tri-state buffer خلوني أخلي Tri-state buffer بلون ثاني I need to use a different color to differentiate between different circuits أوكي هذا Tri-state buffer هذا Tri-state buffer هذا Tri-state buffer Tri-state buffer أوكي Tri-state buffer Tri-state buffer أوكي ذولة أوكي عددهم إش قد واحد ثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانية أوكي ذولة كلهم القيت ما لهم هذي إحنا إجلنا هذي get باعوها هذي get أوكي أوكي هذي get هذي وامر مرتبطة مرتبطة من أنا ب and get هذي and get أوكي وهذا ش اسمه قلنا هذول هذول اثنين هم اسمه try state buffer أوكي أوكي طلاب وهذا الآن قيت طبعا شطي السيجنال اللي أطي هي أكيد راح أنطي سيجنال راح أنطي سيجنال معين هذي السيجنال كأن تكون اللي هي مثل أنا روم هنا هذا تصميم روم الروم دائما شي يكون عندي read read signal أوكي طلاب هذا طريقة تصميم طريقة التصميم باستخدام الروم أوكي طريقة استخدام الروم أنا ش أريد بعد أستخدم هاي طريقة استخدام الروم العفو الدكودر ويا الأورج الطريقة الثانية اللي أريد أستخدمها طلاب طريقة استخدام طريقة ثانية طريقة الثانية اللي هي باستخدام decoder and شنو and diode أوكي طلاب بالمناسبة طلاب أكو خطوة فاتتنا أرجع لي لي ورا أكو خطوة فاتتنا أنا شقد كان عندي الجدول هذا الجدول شي يقول يقول طلاب بالlocation صفر خليلي واحدات وين اللوكيشن صفر هذا اللوكيشن صفر أول واحد هذا اللوكيشن صفر 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 شو يقول يقول الداة خليلي إياهم داتة كلهم واحدات هذول أختارهم كلهم واحدات مجرد أوصل التوصيل شلون يصير باللوجيك يصير أطوخ لي هذي شوفوا شلون أطوخ or get هذا شنو هسه اش صار طلاب هذا عملية التطويخ اللي اجريتها هذا معناه اني سويت توصيل اللوكيشن البعده طلاب اللي هو الواحد اوكي هذا اش قد عندي اذا شوفون اهنانا اش قد يقول يقول هذا اللوكيشن خليلي بي اش قد خليلي كله صفاره اوكي اف اس قد زروز اوكي 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 ما راح نسوي ايشي يعني بهالمكان شوفون هذا المكان او هذا المكان أو هذا المكان راح يبقى على حالة كل شيء ما نسوي ما نغير أي شيء أوكي ما راح نجري أي تغيير بي لأن هذه العملية شنو عملية توصيل ما راح نلعب بيها ما دامها واحدة اللوكيشن اللي بعده ثلاثة أوكي خل نروح اللوكيشن رقم خمسة لأن ذولا كلهم راح يكونون نفس الشيء سواء اللوكيشن آآ اثنيا لوكيشن ثلاثة لوكيشن أربعة أنا اللي يهمني لوكيشن خمسة لأن لوكيشن خمسة بي داتا مختلفة شوفوا الفرق لوكيشن خمسة جد بي داتا الداتا اللي يبي بهذا الشكل أوكي فاش راح أسوي طلاب شوفوا أول أربعة وهذا موقع اللوكيشن خمسة أوكي هذا ش راح يصير عندي أول أربعة هذا المكان أو بالحقيقة هذا جد بيت 7 بيت 6 بيت 5 بيت 4 بيت 3 بيت 2 بيت 1 بيت 0 أوكي أوكي فمن بيت 7 لل4 ذولة انتاكت ما راح ألعب بهم ما راح أخليهم على وضعهم أوكي دون توصيل أوكي لكن هذا البت هنا من 3 للصفر ش راح يكون عندي راح يكون عندي توصيل أوكي أوكي دون اش راح أختارهم هذا اللون أوكي كونتاكت أوكي اللي هو أسوي لهم توصيل أوكي أوكي هذا بالنسبة للشنو هذا التصميم تصميم يسمونه ديكودر أنت أوكي هس ش راح أسوي طلاب هس راح ناخذ تصميم ثاني هذا التصميم الثاني طلاب راح يكون باستخدام ديكودر أنت دايود طلاب شن الفرق نفس نعيد الدزاين ذا كنفسه هذا الدزاين نفساً نعيدا أوكي وهذا عندي تشيب سليكت وهذا ثلاثة بايت ديكودر أوكي هذا لاين هذا لاين هذا لاين هذا لاين 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 وهذا لاين طلاب الفرق الوحيد هنا طبعاً هذا بطعاً بطعاً سليكتف ثلاثة inhas بطعاً 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 1 4 3 2 1 اوكي ذول طلاب شن الفرق الوحيد بهم ذول يكونون عدهم اكو مصدر 5V 5V وعدي رزيستر وذول connection صايرة بس شنون راح اصير العملية شوفو 5V هذا مصدر اوكي اهناش راح يصير طلاب المكان اللي اريد اسويه لتوصيل ما اخلي الى دايود والمكان اللي ما اريد اخليه توصيل شي يصير عندي يصير عندي الى دايود احنا باللوكيشن سيرو اذا اذكرون شقد شانت عدنا الداتا اذا نرجع للجدول للجدول باعوا هذا اللوكيشن كان عدنا كلهم واحدات واضح فاش اخلي بما انه كلهم واحدات ش راح يصيرون كلهم اتصال مباشر مجرد مقاومة مقاومة هذا مرتبطة هذا مقاومة هذا مقاومة لكن لو فرضنا مثل اللوكيشن يا لوكيشن مثلا اللوكيشن اللي هو رقم اربعة هذا اللوكيشن هذا زيرو هذا وان تو تري هذا اربعة هذا طلاب شطور راح يصير التوصيل مالته هذا جقد هذا اللوكيشن هذا هذا اربعة كلها صفارة اذا اريدت اسو صفارة شنو اللي اشتغل طلاب اذا اريدت صفارة اخلي التالي اخلي دايود هسا هذا اريد انا اخلي صفارة شنو اللي اخلي اخلي دايود هذا رمز دايود هذا دايود اوكي كل دايود كل هم كل واحد اريد اخلي له صفر اخلي له دايود اوكي وهذا دايود اوكي شو بقى عندي طلاب بقى عندي اخر حالة متنوعة حتى تشوف انا ده ااخذلكم ما ااخذلكم كل الحالات هسا مثل اخذت هاي الحالة اوكي راح ااخذلكم مثل الحالة قبل قبل هذه الحالة مثلا رقم خمسة نص صفارة ونص واحدات اوكي شوفوا هسا شنو الحالة رقم خمسة اللي بعدها اوكي هذه الحالة شنو هاي هاي بالبداية صفارة والبقية واحدات اوكي الواحدات شوفوا الواحدات هذه وهذه هذا وهذا 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 يبقون على حالهم الاصفارة اش راح يسوون نفس الحالة ااخذ لهم دايود شوف هنا دايود اوكي وهذا دايود اوكي بعد عندي واحد اوكي طبعا بالمناسبة طلاب اكو هذا لين انا هنا هذا بت 7 وهذا بت 6 وهذا بت 5 وهذا بت 4 هذا بت 3 هذا بت 2 هذا بت 1 والمفروض بعد عندي هنا بت 0 اوكي هذا خلوه بالكم ضيفوه اوكي احنا ما اتنا الضيفين لان اشتغلنا على السريع هذا ديزاين شنو اجاني فقط هذا العنصر الجديد بي يعني اوكي طلاب اللي هو شسمه الدايود هذا شكل الدايود اوكي هذا شسمه دايود بس طبعا قبل لا اخلي هذا الشكل ش احتاج دولة هنانا ايضا استخدموا اياهم تراي ستيت بفا كلهم دائما طلاب المخرج المخارج مال الميموري عليها تراي ستيت بفا هذا تراي ستيت بفا اوكي اوكي هذا طلاب من اسوي قفزة هذا القفزة اذا خد قفزة معناه ماكو الكنكشن بها بهذا تراي ستيت بفا تراي ستيت بفا تراي ستيت بفا تراي ستيت بفا وين الكنكشن ما لي عندي انت جيت رايحة الانت جيت وهذا طبعا. اه طبعا العافو هو بالحقيقة يعني كمدخل. اقدر اسوي بها الطريقة يعني. انه يكون عندي منها. هذي هم طريقة انه اقدر افعلهم عن طريق. عن طريق. فقط عن طريق يعني التفعيل مالي عن طريق الاند جيت. اوكي. اللي هي فقط هنا بهاي الحالة الاردي. واقدر ايضا اخلي تدخل كامبوت يتحكم لي بالاند جيت. اثنين هم صحيحة مو مشكلة وهنا نريد. يعني اقدر اتحكم بها من من مصادر اخرى. واضح طلاب? اوكي. هاي طريقة الديكودر والدايود. الطريقة الثالثة ديكودر. انت فيوز لينك. اوكي. شنو هاذا الطريقة طلاب? نفس الحالة. يعني شوف طلاب دول الثلاث حالات كلهم نفس الشي. اوكي. اوكي. بس شنو اللي يختلف عندنا? هنا شوف مثل هذا مصدر الفولتية. هنا عندي المقاومة. اللي يختلف بالفيوز. هنا الكمبوننت. ايضا عندي دايود. اوكي. ومنها يرتبط. منا. وش عندي? عندي هذا الفيوز. وعندي هذا الدايود. ويتصل هنا. يعني نفس الشي. نفس التصميم كلهم. وهنا ذولة كلهم يجون. ايضا. مجرد هنا لفيوز لينك. هذا المقطع. هو عبارة عن مقاومة. اوكي. واجه توي المقاومة. اجه توي المقاومة فيوز لينك. واجه دايود. اوكي. فقط هذا. هذا يسمو فيوز لينك. اوكي. اوكي. حسا شنو اللي ريد. بعد ان عرفنا التركيب اللي يتكون من عنده الراوم. هسا ريد ننتقل الى موضوع جديد. هذا الموضوع الجديد. هو كيف احنا ايه في هذا الموضوع. وهذا الموضوع نريد نشوف اشلون نصمم ميموري اشلون نسوي اكستانشن اكستانشن للميموري اوكي اش راح نسوي طلاب احنا هنا اش راح ناخذ احنا بالنسبة ان المحاضرة اليوم احنا بعدنا لحد الان ما اخذنا موضوع يسموه موضوع مؤجل هذا بعدنا ما ما اخذينا ال pin out diagram الخاص بال 8086 لحد الان لم يدرس بعد اوكي الواحد ميجه قد تصير طلاب الواحد ميجه 2 to power 20 في 16 اليوم اش راح نسوي اليوم راح ناخذ موضوع اللي هو يسمونه address decoding شنو معناها طلاب احيانا احنا اني يعني مثلا الميكرو بروسسور عندي يشتغل على 2 ميجه معناها 8086 انا قلت لكم ال pin out diagram بعدنا ما ما اخذينا اكفة pinس معينة هذا ال 8086 هذا يسموه pin out diagram احنا لحد الان ما دارسينا بس ما ما اخذينا ومشارحين هذا التركيب بس اللي يهمني لان اليوم موضوعي الى علاقة بالpinس البنس يعني المخرجات التوصيلات ايش عدنا البنس عدنا addresses من A0 و A2 طبعا بالمناسبة المايكرو بروسسور قلنا يسمونا address data multiplex يعني الادرس والداتا اثنين هم سووا بنفس اللاين فهذا AD0 AD1 ويستمر مثلا الAD اللي نفرض هنان 10 مثلا او 15 هنا 15 مثلا او او مثلا vcc مثلا الافو هنا مثلا هذه مثلا هنا الground هنا مثلا الground او 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 هنا مثلا vcc وهن مثلا كمل هاي مثلا AD مثلا 16 استمر الحدمن أحسنتم لل 19 هذالني أدريس زيان أنا إجيت أريد مثلا ما عندي 200 ميجا ما أحتاج صممت برنامج وهذا البرنامج ما يريد مثلا ما يريد من عندي ما يريد من عندي مثلا أنه أستخدم 200 ميجا الواحد ميجا ما يريد من عندي مثلا أستخدم فقط لنفرض فقط أستخدم مثلا أستخدم جزء من عدها أستخدم مثلا مثلا أستخدم بدل الميجا أستخدم نص ميجا يعني 512 12 كيلو بات أوكي ميش راح أسوي ميش راح أسوي راح أسوي راح أسوي التالي أسوفت شي سمونا أدريس دي كودينج هاي عملية الأدريس دي كودينج طلاب شنو فائدتها هذي الأدريس دي كودينج ما أخلي يعني أنا مثلا إذا أريدت أشتغل مثلا نص ميجا نص ميجا كم أدريس أحتاج مثلا بدل العشرين مثلا أحتاج لنفرض مثلا خلينا أقول مونس ميجا مونس ميجا مثلا أحتاجت أنا أستخدم أريد كيلو الكيلو كما أدريس الكيلو بالباينري كيلو كيلو في 16 بيتس أوكي الكيلو 1 كي هذا 2 أس عشرة في 16 بيتس أوكي طيب أنا كم أدريس عندي أنا عندي 22 22 فعشرين ناقص عشرة يساوي أنه عشرة عشرة أدريس زيادة دون العشرة أدريس إذا بقوا سائبين ما استخدمتهم راح صير عدي مشكلة أوكي واحتمال جزء من الذاكرة يستخدم وجزء من الذاكرة المموري ما يستخدم فلازم هذه المسألة أعالجها فشون أعالجها أعالجها بالأدريس دو كودين بالأدريس دو كودين طلاب شرح يصير عندي راح يصير عندي نوع من يعني جزء أضمن كل الأدريس هي لازم داخلة بالدو كودين لأن إذا مضمنتها راح يصير عندي مشاكل بالأدريس احتمال مموري أوصل لها احتمال مموري ما أوصل لها احتمال يصير عندي مسماتش يعني أنا أريد أروح المموري معينة قطعة أروح للثانية فقبل أدخل للأدريس باستخدام ويا الـ 8086 خندليني آخر مثل بسيط لحجم ذاكرة بسيط كيف أستخدم مموري المموري قبل هذا قبل لأ أربط ويا المايكرو بروسيسور أريد أريد طلاب أريد أخذ مثال مش أريد أسوي من عنده هذا المثال أريد أشتغل مموري أسوي expansion للمموري عن طريق أسوي expansion وأشوف شون أشتغل الـ expansion إذا عرفت شون أشتغل الـ expansion راح أقدر بسهولة هذه العملية أو أسحها وأشتغل شنو بعدها أشتغل decoding يعني إذا عرفت أسوي decoding للـ expansion فأنا بالنهاية راح أعرف شون أسوي decoding للـ interfacing ويا المايكرو فأول شي هسه أريد أبدأ أسوي expansion شنو expansion موضوع اللي اسمه memory expansion طلاب المموري expansion معناها أنا عندي memory صغيرة أريد عندي مجموعة memory صغيرة أريد أكون من عندها memory شبيرة يعني مثلا شلون خلينا ناخذ مثال طبعا memory expansion مرة c يكون باللوكيشنز هذا الاكسبانشن مرة يكون هذا مرة يكون in terms of locations ومرة يكون هذا in terms of word شنو معنى هذا الكلام طلاب locations معنى أزيد عدد locations أوكي مثلا ما عندي memory عدي memory أريد حجمها ثمانية ثمان location بس عن اللي عندي أربعة فأجي أستخدم أم الأربعة الميموري اللي بيها أربعة فقط أوكي ويا الميموري ثاني اللي بيها أربعة وأوسحها مرة لا أحتاج مثلا هذا مثل شنو أربعة صارت اش قد ثمانية مثلا هاي كل واحد مثل يتحمل أربعة بيتس أوكي هاي صارت ثمانية في أربعة أمنيا أنا مستخدم ثنية ومستخدم التشب اللي مستخدمها يعني الرقاقة اللي مستخدمها using 4 by 4 أوكي مرة لا طلاب ش أريد 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 ثمانية بثمانية الميموري الجديدة باستخدام من أربعة في أربعة بهاي الحالة ش راح يكون عندي لازم أستخدم كم رقاقة أستخدم أربع رقاقات حتى يزداد عدي شوفوا ازداد عدي طلاب اللوكيشنز وبنفس الوقت ش ازداد عندي ازداد عندي الضافة للوكيشن ازداد عندي ازداد عندي الويتس يعني هاي اضطتني أربع بتات وهاي اضطتني أربع بتات بالنهاية ثمانية إذن هالكلام هالكلام خلي ناخذ مثاليا نوضح اوكي شو يقول المثال يقول ديزاين memory system أوف مثلا اش قد راح آخذ آني مانية في أربعة using أربعة باي أربعة memory unit شو راح نشتغل لطلاب هذا أول شي تقول number هاي معناه هذا لهاش معناه number number of units أو more modules عدد الرقائق شي سوي لك يسوي لك الريكواير على ال available شنو معناه الريكواير على available الريكواير هو شقد اللي يريدها ثمانية في أربعة وال available اللي عنده شقد اللي هو الموجودة اللي عنده شقد أربعة في أربعة ش راح تسويوا انطلاب اتقسمون كل عدد يعني تقسم الاثمانية هذا العدد كل شي قبل يعني وكأنما القبل القبل علامة الضرب على القبل علامة الضرب واللي بعد علامة الضرب بعد علامة الضرب يبقى أوكي فش راح يصير عندي راح يصير عندي هذا واحد هذا اثنين هذا اثنين في اربعة على اربعة راح يكون واحد هذا ش تمث الطلاب الاثني معناه معناه كولومز وهذا معناه رو يعني شنو طلاب يعني اذا واحد رو يعني اصف صف واحد أوكي واذا العفو هذا كولوم بالعكس هذا رو هذا 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 يمثل عدد الروز وهذا يمثل عدد الكولومز يعني هسه اثنين روز يعني شنو معناه معناه احتاج ميموري جوه ميموري خلي خلينا كتب جوه اثنيا النتيجة صارت اثنيا في واحد شرح معناها شنو معناه معناه هاي ميموري وهاي ميموري ثانية أوكي هاي الميموري الاولى وهاي الميموري الثانية اثنين اتحققت وكولوم واحد هذا هو شي يمثل كولوم واحد اوكي زي هسه هاي الميموري الاولى ميم وهاي ميم فلح اسأوي طلاب الميموري انا هنا مثلا شنو مستخدمها مستخدم الروم ما مستخدم الروم 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 مش عدنا بيه السيقنال لازم تحفظون ذن السيقنال اول شي بيها ادريس اش كم ادريس بيها هو اش قد قال الافيلابل بيها اربعة فذول اربعة ادريس وش بيها ومنا هذي ايضا بيها اربعة ادريس اوكي زي بعد اش عدنا عدنا الداتة المخارج اش قد داتة بيها اربعة واحد اربعة وهذي واحد اربعة طبعا هذي السيقنالز مرات اذا مرات يكتبها بهالشكل او اي ومرات يكتبها او اي هيت شنو هاي هاي معناها الاو اي بدون بدون خط فوق هاي معناها تشتغل بدون خط هذا بدون خط معناه تعمل تعمل على لوجيك وان هذي تعمل على لوجيك زيرو واضح طلاب اوكي اللي فوقها خط يعني بالصفر تكون فعالة واللي ما فوق هاي شي تكون بالواحد هي فعالة واضح واضح هس شتون اربطهم دولة دولة احتاج لهم حتى اربطهم احتاج لهم اربع ادريسات اوكي زيان انا اللي عندي جقيد اللي عندي اللي عندي انا ما عندي يعني انا اريد اكون ثمانية في اربعة وانا عندي اربعة في اربعة اوكي فش راح اسو طلاب راح اسوي الشكل التالي اسوي يسمونه decoding مش اسوي 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 لهم decoding انا اش قد عندي الادريس ادريس راح يكون من ادريس اذا هم ما اريد معنا ثمان لوكيشنات ثمان ادريسات لازم اغطي اوكي وهذا فقط اربعة هذي بيها اربعة وهي بيها اربعة فادريس سبعة ادريس ستة الحاد ادريس واحد ادريس زيرو اوكي 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 زين ش راح اسوي هس عاني هاذا راح يكون عندي الادريس رقم مثلا زيرو وهذا وان وهذا تو وهذا ثري وهذا ادريس فور اوكي اوكي خليني اشوف اوكي اي ثري اي فور اي فايف اي سيكس اي سبين اوكي اذن هذولا كلهم حققت الادريسات بقش عندي ال او اي ال اوتبوت انايبول ذول اثنينهم اوكي اتحكم بيهم باشارة الريد اللي تجيني من الانترفيس اللي اعني مرتبط ويا اوكي هذا بحالة شنو طلاب بحالة انا وسعت لكن التوسعة طلاب عليه شنو اذا تباوهون التوسعة عمودية اوكي يعني اش زيادنا هنا زيادة في مواقع الخزن او لوكي شنز number of لوكيشنز زيادنا هسه طلاب نفس المثل حتى يكون عندنا واضح اقول لكم مثلا ديزاين ماموري سيستيم هذا الماموري سيستيم اش جيد مثلا 8 8 by 8 using ماموري سيستيم سيستيم مثلا 2 by 2 اريد هالمرة كل ايش اسوي خزن شون تحلون هذي نفس الحالة شو تقول number of number of modules شو تساوي له تساوي لك الريكوايرد على الافيلابون وين الريكوايرد هذا الريكوايرد وين الافيلابون هذا هذا الافيلابون هذا الريكوايرد وهذا الافيلابون شراحيو أدي شراحي ساوي الريكوايرد 8 by 8 will available 8 by 8 والافيلابون 2 by 2 ايش قلنا ايش شنو ايش قلنا احسنتم نفس الطريقة نتبع نفس الطريقة نقسم اللي قبل الضرب على اللي قبل واللي بعد بعدش راح يصير number of modules راح يصير عندي ثمانية على اثنين اربعة ثمانية على اثنين اربعة ويساوي اربعة في اربعة اول اربعة شو تمثل rose والاربعة الثانية columns طلاب ذو لعل رأسا منت بدون تحلون اربعة في اربعة تقولون اربعة في اربعة شو تسوون رأسا هذا يعني اخذوها قاعدة بدون ما تفكرون بدون ما كل شي تسوون اربعة في اربعة تجرون هاي القسمة تطلعون الناتج تجون لقيتوا اربعة باربعة شو تسوون تسوون التالي هذي اربعة لا هذا مبالغ بشوية الرسم هذا اربعة عمودية واربعة افقية فاربع يعني هذا اول شي روز وهذا كولومز دولة اربعة اوكي وش قيت عموديا دولة افقيا هذا بشكل هذا عموديا يعني كولوم كولوم الكولوم الاول الثاني الثالث الرابع اوكي هسا اش اش افقيا ايضا اربعة شوية بلغت بهم ايضا كبرتهم خليني ازغرهم شوية هذا وحدة هذه اثنين هذه ثلاثة هذه اربعة اش قيت هنا عندي ثلاثة هذه اربعة هذه ثلاثة هذه اربعة هذه ثلاثة هذه اربعة هادي اثنين ثلاثة اربعة طلاب خليجوا الرقمهم طبعا انا اش كم وحدة لازم تطلع لي اربعة في اربعة لازم يطلع لي شو اول رقم اول رقم يمثل عدد الروز هذا الرو الاول هذا الرو الثاني هذا الرو الثالث وهذا الرو الرابع صحيح صحيح ثاني عدد شو يمثل لي الكولومز هذا كولومز واحد هذا كول اثنين كول ثلاثة كول اربعة اوكي خليني امسحهم وبنفس الوقت الطلاب شنوش عندي هاي شو تفيدني الطريقة اللي علمتكم بيها الالكويشن تفيدني احسب اش كم رقاقع اش كم ميموري عندي يعني هالستة اش قد عدك اوكي شو القلم اربعة باي اربعة ذولة اذا تجري الضرب ما لهم اش كم رقاقة تطلع هذا يعني اربعة موديوز في اربعة موديوز يعني مش قد ستاش موديوز بلا خلي شوف كلامي صحيح اذا حسبت هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة هذا اربعة هذا خمسة ستة سبعة اوكي سبعة هذا اذا 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 اكثر من الساعة لازم تعيدها سوي تسجيل دخول من جديد وسبح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثنين 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 بعد مش قد هي الرقاقة الأصلية ما التباع عليها ثنين بثنين يعني أدرس لوكيشينين وكل لوكيشين يطلع ثنين الداتا اللي تخرج من عنده ثنين فهذا ثنين هذا ثنين هذا ثنين قلنا غير اللون هذا ثنين 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 كلهم دولة طلاب ثنين ثنين يخرجون هاي شنو هاي طبعا داتا سواء طبعا احنا نحن ناخذ روم بس هي حتى لو كانت رام نفس الحالة هذا ثنين 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 بعد اش بيها الرام احنا جلنا كل رام بيها ادريس تدخل ادريس معينة وبيها داتا اوت او داتا ان بالرام بيها اشارة ريد اذا رام وبيها اشارة شب سلكت اوكي شب سلكت طلاب اول شي راح اسوي اشارة شب سلكت بكلهم كلهم مو بيهم شب سلكت باعوا لطلاب كل اشارات شب سلكت شب سلكت شب سلكت كلهم شب سلكت بيهم شب سلكت شب سلكت شب سلكت وهكذا شب سلكت شب سلكت شب سلكت هذه الإشارة كل رقائق بشكل أفقي هاي تتشطل أوكي تتشطل يعني ليش أتشطلها طلاب بالشكل الأفقي أتشطلها لأن آنش دا أسوي دا أزيد عدد التحمل مالها الوث مالها دا أزيد آن مش قد تتحمل هي يعني بدل ما كانت هاي الذاكرة مالتي تتحمل يعني بالكلمة الوحدة بيتين هسا صارت باللوكيشن الواحد قبل كانت بيتين لأن كانت مثل تتكون من موديول واحد هسا صارت اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين صارت اثنين ثمانية ايت بيتس يعني كل لوكيشن هذا اللوكيشن ثمانية بيت وقبل كانت لوكيشنيا هذا لوكيشن هذا الثنين هسا صارت اثنين ثمان لوكيشنات لأن هذا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية طيب شا يدي بعد اذا هسا هاني هذا الاوت تشب سلكت بشكل بالأفقيات كله اشاطلة حتى اشغلهم كلهم يعني هسا الواحد واثنين وثلاثة واربعة تشب سلكت شبيع لهم ذوله كلهم مشتغلوا بهذه اللحظة اوكي زيان شتون افصل شي عن شي شتون اميز شي عن شي يعني شتون مرة اشغل اللوكيشن واحد مرة اثنين مرة ثلاثة مرة اربعة مرة خمسة هي هاي راح يكون العملية عن طريق اول مرة مثلا هنا الادرس هذا ادرس واحد او ادرس زيرو اللي بعده ادرس اثنين اللي بعده ادرس ثلاثة وهذا اربعة هذه خمسة هذا الستة هذا ادرس سبعة صفر العفو واحد اثنين خطاعت بالترقيم ثلاثة اربعة خمسة ادرس ستة وهذا ادرس سبعة لازم لكن طلاب التفصيلة المهمة كلش بهالموضوع انه قاني تشيب سلكت اذا شوفوها تشيب سلكت لكل مرحلة عندي تشيب سلكت هي عبارة عن شنو من اللي فعلها تشيب سلكت بشكل افقي متفعلة عن طريق منو عن طريق منو فعلها مفعلة عن طريق بالشكل الافقي كلها متفعلة سوى اوكي طبعا هنان قاني ش عندي عندي ايضا يعني بالشكل العمودي راح ايضا اشطلها لان انا هنان الادرسس عدي تحققت ما عندي صار عندي مشكلة لكن لو فرضنا طلاب هنا انا امطاني مثلا بدل ما امطاني ثمانية امطاني مثلا قل لي تسعة بعد عندي ادرس يعني ادرس مو للميموري ادرس عندي زايد انو المنظومة مالتي اللي اشتغل بهالبروسيسر تسعة بدل ما ثمان لوكيشنات يغطي تسعة بهالحالة لازم هذا التاسع شنو اللي اش اسوي له اسوي له ادرس دي كودينك وادخله على هذا الشي راح ان شاء الله نتعرف عليه بالمحاضرة القادمة ان شاء الله شكرا شكرا شكرا